الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللي أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم إن شاء الله رح نتعرف على الدرس الثاني في الفصل السابع وهو الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي رح نتعرف في هذا الدرس رح نحدد الوظائف الخمس للجهاز الهيكل العظمي ورح نقارب بين المفاصل المتحركة والمفاصل الثابتة رح نصف التركيب الأساسي للخلايا العصبية وكيف ينضق للسيارة العصبية عبر الشاق التشابكي رح نقالب بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي وراح نتعرف على المستقبلات الحسية في كل عضو من أعضاء الأحساس ورح نوضح أنواع المنبهات العصبية ورح نفسر كيف تؤثر العقاقير في الجهاز العصبي بداية لو شبهنا الجهاز الهيكلي والعظام في جسم الإنسان بالأدعمة والأعمدة الموجودة في المنزل نعرف أن المنزل لا يقام ولا يبنى إلا بوجود أعمدات أساس طيب إذا من خلال تشبيهنا الجهاز الهيكلي بأعمدة البناء وأعمدة المنزل اذكريني وظيفة الجهاز الهيكلي نعم جهاز الهيكلي رح يعطي الدعامة أيضا رح يحمي الأعضاء الداخلية ويعطي الجسم الشكل والدعامة ويساعدنا على الحركة غير ممكن نتحرك من غير وجود العظام صحيح أن ذكرنا في الدرس السابق أن الجهاز العظلي هو الذي يحرك العظام ولكن من غير العظام لا يمكن العضلات تحريكنا فهي فقط تنقبض وتنبسط أيضا خلايا الدم الحمراء تنشأ في نخاع العظام وكمية كبيرة من أملاح الكالسيوم والفسفور هي التي تكسب العظام صلبتها إذن هذه وظيفة الجهاز الهيكلي طب مما يتركب العظام لاحظنا العظام لها أشكال عديدة فبعضها رح تكون قصيرة بعضها تكون طويلة مثل الموجودة في الذراع والأرجل رح تكون طويلة ذات نهايات وانتفقة طيب أيضا لاحظ أن العظام ليس بأملس إنما يحتوي على كثير من التجاويف والفراغات الخارجية وأيضا الداخلي فمما يتكون العظام العظام يتكون من غشاء وحطفه يطلق عليه السمحاق السمحاق يحتوي على الكمية كبيرة من أوهية الدموية التي توصل المواد الغذائية إلى داخل العظم وأيضا تحتوي على الكثير من الخلايا العصبية التي تعطي العظام بعض الإشارات العصبية هناك نوعين للعظام العظام الكثيف والعظام الإسفنجي العظام الكثيف هو الذي يعطي العظم الصلاة والقوة لماذا؟ لأنه يرتكز فيه أملاح الكاسيوم والفسفور فيكون كثيف أما الإسفنجي فهو الذي يوجد على أطراف العظام الطويلة بشكل منتفق رح يكون أخف وزن يعطي للعظام أخفة فيساعدها على الحركة أيضا يوجد داخل العظم الطويل تجويف أطلق عليه تجويف العظم تجويف العظم يحتوي على النخاع نخاع العظم طيب مما يحتوي نخاع العظم؟ نخاع العظم نوعين نخاع الأصفر تكون منه الخلايا الدهنية أما الجزء الثاني فهو النخاع الأحمر وهنا المهم الذي يكون لخلايا الدم الحمراء حيث أنه ينتج معدل 2 إلى 3 ملايين خلية لكل ثانية طيب هنا انتهينا من أول مكونات الجهاز الهيكلي وهو العظم نأتي إلى المكونات الثاني وهو الغضروف الغضروف هي عبارة عن نتيج هذا النتيج مرن يتميز الغضروف بمرونته يحتوي على الكثير من الأوعية الدموية لا يحتوي عفل للأوعية الدموية ولا يعتبر كثيف يعتبر مرن الغضروف ممكن يوجد في سوان الأذن وأيضا يوجد في أرنبة الأنف أيضا الغضروف يوجد في الرقبة بين المفاصل وهو يساعد على الحركة ويقلل الاحتكاك طيب كيف يتكون العظام؟ يتكون العظام من خلايا يطلق عليها الخلايا العظمية هذه الخلايا العظمية تعمل على ترتيب الأملاح الكاثم والفسفور في العظام فتجعل نتيج العظمي والعظام أكثر صلابة المولود عندما يليد يكون يحتوي الجسم على 300 عظمة أثناء النمو يندمج بعضها البعض فيغطيني عدد من العظام يبلغ 206 عظمة داخل الجسم فقط طبعا نذكرنا أن توجد الغضروف في المفاصل ما هي المفاصل؟ المفاصل هي ملتقى عظمين أو أكثر مثل ملتقى عظمة الفخض مع عظمة الساق اللي هي يطلق عليها الركبة هذا مفصل أو المرفق كلها مفاصل طيب المفاصل هذه تحتوي على أربطة حيث ذكرنا أنه الأربطة هي التي تربط عظام مع عظام آخر وأيضا تحتوي على غضاريف الغضاريف هذه تمنع من احتكاك إلى عظام بعضها البعض طب هناك نوعين من المفاصل المفاصل الثابتة وهي مفاصل لا تتحرك نهائيا أو تعطيني حركة قليلة مثل عظام المفاصل موجودة في الجمجبة هي لا تتحرك جمجبتنا لا تتحرك وأيضا مفاصل موجودة في الحوض نأتي إلى مفاصل المتحركة يوجد ألواء عديدة من مفاصل المتحركة مثل مفصل المحوري مفصل المحوري هو أظمة تتحرك داخل محور ثابت محور أظمة أخرى دائري ثابت مثل الرقبة حاول أنك تحركين الرقبة راح تتحرك الرقبة بشكل محوري ثابت داخل مكانها أيضا حركة الذراع وحركة يدك لو حاولت أنك تحركين يدك فتلاحظين أنها تتحرك بمفصل محوري النوع الثاني هو مفصل كاروي طيب لاحظ أن المفصل على شكل كرة ويتحرك داخل العظم الأخرى تكون على هيئة كأس هذه موجودة في الكتف ليش الآن هل راح تدور لو حاولت الآن تحركين كتفك تلاحظين أن كتفك راح يدور يطلق عليه كاروي تكوين العظام بهذا الشكل وساعد على حركة العظام بشكل دائري أنت تستطيعين تحركين يدك بشكل دائري أيضا موجودة في الكتف وموجودة في مفصل الحوض أنت أيضا تستطيعين حركة تحركين رجلينك بشكل دائري من الحوض طيب نأتي إلى النوع الذي يليه وهو الدرزي الدرزي هو يعمل كأنه مفاصل الباب شفت الباب أنت ممكن أنك تحركين إلى الأمام وإلى الخلف فقط كذلك المفصل الدرزي مثال عليه الركبة مرفق اليد أنت فقط تحركينها إلى الأمام وإلى الخلف نأتي إلى المفصل الآخر وهو المفصل الإنزلاقي مفصل انسلاقه يساعد على الحركة وانسلاق الاعظام على بعضها البعض موجودة طبعا في العمود الفقري العمود الفقري نستطيع انك تدنقين وترفعين نفسك طيب هذه السلاسة لسبب وجود المفاصل بين عظام العمود الفقري وايضا توجد الغضاريف التي تمنع من الاحتكاك وتمنع ايضا تساعد على حركة المفاصل وتسمح للعظام بالانسلاق على بعض البعض بدون الاحتكاك وبدون ان تسبب مشاكل فنلاحظ ان هنا الغضاريف تشكل وسادة ايضا المفصل الانسلاقي هذا يوجد في المعصم وايضا يوجد في الكاحل الرجل طيب تعرفنا هنا على وظائف الغضاريف اللي ذكرتها قبل قليل ونعرف ان الاكثر مشكلة من مشاكل وامراض المفاصل هي التهاب المفاصل التهاب المفاصل اما ينتج عنها التهاب في الغضروف او التهاب او احتكاك في نفس التقاء العظمتين في منطقة المفصل ينتج عنها الام وتصلب وانتفاخ المفصل وصعوبة ايضا في الحركة كيف يعمل الجهاز العصبي انتي الان الى الجهاز الاخر وهو الجهاز العصبي كيف يعمل جهازنا العصبي الجهاز العصبي يعمل وفقا للمنبه ما هو المنبه واي صوت او ضوء او رواعح طعام او درجة حرار او اي شيء ينبهنا خارجيا واحنا زي ما نقول بالعاني نلتفهت له او منبه داخلي مثل هرمونات او المواد الكيميائية زينا نجم ريحة او نشعر بالجوع او نشعر بالاخزينة قادموا نبهات داخلية طيب الاتزان الداخلي بمعنى انه جسمي يعمل على اتزان داخلي عملية تنظيم معدل التنفس نبضات القلب وعملية الهضم كلها لابد انها تعمل بشكل مستمر حتى تعطيني اتزان داخلي يعد الجهاز العصبي احد الاجهزة الذي تحافظ على الاتزان الداخلي في الجسم طيب مما يتكون الجهاز العصبي تكون الجهاز العصبي مما يطلق عليه مكون اساسي وهو الاسبونات او الخلايا العصبية لاحظ ان الخلايا العصبية تتكون من شعير تتكون من جسم الخلية الذي يحتوي على النوعه بعد كده محور الخلية لاحظ انه في اغماد وينتهي بشعيرات او شجيرات عصبية او نهاية عصبية نحظ ان نهاية العصبية تتصل مع شجيرات جسم خلية عصبية أخرى يطلق على هذه المنطقة منطقة التشابك العصبي التشابك العصبي هذه هي التي تنقل السيالة العصبي ما هو السيالة العصبي؟ هي الرسالة العصبية بحيث أنه عندنا ثلاث أنواع من أنواع الخلايا العصبية خلايا عصبية حسية هي الموجودة في أعضاء الحس وهذه تنقل لنا المنبهات الخلايا العصبية الحركية هي التي تنقل السيالة العصبي وتنقل المعلومة التي اتقطتها أعضاء الحس إلى الموصلة الموصلة هي الموجودة في الدماغ أو البينية هي التي تفسر لنا هذا المنبه وتعطينا الأوامر تنتقل هذه الأوامر مرة أخرى كسيالة عصبي في الخلايا العصبية الحركية طيب ما هي أقسام الجهاز العصبي؟ ينقسم الجهاز العصبي إلى نوعين جهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي طبعا نعرف أن الدماغ هو مركز تنظيم جميع الأنشطة الحيوية في الجسم يتكون من بلايين الخلايا العصبية الحبل الشوكي الموجود في الرقبة هو في لحظة هذا الدماغ وهذا الحبل الشوكي ترك من حزمة من العصبونات اللي هي الخلايا العصبية طبعا الحبل الشوكي يحميه العمود الفقري والدماغ يحميه الجمجمة نأتي إلى الجهاز العصبي الطرفي جميع الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي الموجودة هنا هي المرتبطة طبعا بالدباغ والحبل الشوكي هي أحدى مكونات الجهاز العصبي الطرفي يتكون من 12 زوج من الأعصاب تتفرع من الدماغ تسمى العصاب الدماغية 31 زوج من الأعصاب تتفرق من حبل الشوكي ثم الأعصاب الشوكية طبعا الأعصاب الشوكية هي التي تنقل سيارات العصبية في جميع أجزاء الجسم من الدماغ وإلى الدماغ إلى جميع أجزاء الجسم طيب نأتي إلى النوع الآخر وهو الجهاز العصبي والجهاز الذاتي تكون جهاز العصبي الطرفي من قسمين هذا العصبي يتكون من قسمين الجهاز الجسمي والجهاز الذاتي الجهاز الجسمي ينظم الأفعال الإرادية أفعالنا الإرادية ويتركب من الأعصاب الدماغية والشوكية متصلة بالعضلات والهيكلية العضلات الهيكلية لنستطيع تحريكها أما الجهاز الذاتي فينظم الأفعال اللا إرادية مثل التنفس، الخضم كل العضلات اللا إرادية التي درسناها في درس العضلات يتحكم فيها الجهاز الذاتي جهاز العصبي الذاتي نأتي بعد ذلك إلى استراءة السلامة والجهاز العصبي في ماذا نستخدم الجهاز العصبي وما هي وظيفة الإنساسية أي نشاط أو حركة صغيرة حتى حكك لأنفك أو حتى الرمش رمش عينك هي عبارة عن أحد عمليات الجهاز العصبي لذلك فإن أي إصابة في الجهاز العصبي أي نوع من أنواع الجهاز العصبي أي إصابة فيه قد يسبب ضرر في القدرات العقلية والفيزيائية للجسم نأتي إلى ما يطلق عليه رد الفعل المنعكس ما هو رد الفعل المنعكس إذا لمست شيء حار ساخن لاحظ أنه لا يكون لك رد فعل منعكس شديد سريع جدا أهلا طولت يبعدين يدك طيب أيضا عندما ندخل تدخلين شيء في حلقك على طول تحسيني نكتسالين أو تتقيئين هذا ما يقصد فيه برد الفعل المنعكس هي استجابة غير إرادية تلقائية سريعة للمنبه مثلا لو شفت أسد رح تركضين بالشكل من غير تفكير هذه رد الفعل المنعكس وبذلك لا تستطيعين التحكم في ردود الفعل المنعكسة هي استجابة من دون تفكير في الفعل الذي يجب أن تفعله طيب نأتي إلى الحواس ما هي الحواس؟ الحواس إحدى مكونات الجهاز العصبي ونعرف أنها تكمن في الإبصار وفي السمع وأيضا في الشم والتذوق نأتي أولا إلى الإبصار الإبصار طبعا العوض المسؤول على الإبصار هو العين وهي أحد أعضاء الإحساس كيف نبصر؟ كيف نرى؟ طيب العين كيف تعمل؟ تعمل بأنها لديها عدسات تعمل على جمع الضوء وإنكساره داخل هذه العدسة فيتجمع على الشبكية فتتكون صورة هذه الصورة يتقطها سيال عصبي ينقلها إلى الدماغ الدماغ يترجم هذه الصورة فنراها طيب ما هو السمع؟ السمع هو عبارة عن موجات صوتية موجودة في الهواء يجمعها صيوان الأذن فتنتقل طبعا هذه الموجات الصوتية ممكنها تنتقل عبر أي مادة مادة صلبة السائلة الغازية تجمعها صيوان الأذن فيتولى السيال العصبي ينقل هذه الأصوات إلى الدماغ فيفسرها فتسمعين الصوت طبعا هذه تحدث في سرعة هائلة جدا في أقل من الثواني الإذن مقسمة إلى ثلاث أجزاء الإذن الخارجية الإذن الوسطى والإذن الداخلية تستقبل الإذن الخارجية لموجات الصوتية وترقلها عبر القناة السمعية إلى الإذن الوسطى حيث تسبب الموجات الصوتية اهتزاز في غشاء الطبلة فتنقل هذه الإهتزازات إلى ثلاث أعظام صغيرة هي المطرقة والسندان والركاب طيب الركاب رح ننقلها إلى الأذن الداخلية الأذن الداخلية تحتوي على القوقع والقنوات الهلالية إهتزازها يسبب تحريك الخلايا الشعرية داخلها فيتولد السيارة العصبي الذي ينتقل إلى الدماغ وزي ما ذكرنا رح يترجم الصوت دائما نسمع أن الإذن الداخلية هي التي تسبب التواثن الإذن تحتوي الإذن الداخلية على تركيب يعرف بالعرف الأنبولي يعرف بالعرف الأنبولي والحويصالات التي توجد في قاعدة القنوات الهلالية تحافظ على توازن الشخص فعندما يتحرك الجسم يتحرك السائل الهلامي الموجود في الإذن الداخلية الموجود هنا الموجود في الإذن الداخلية مما يؤدي إلى تنبيه الخلايا العصبية الموجودة فيها فيتولد سيار العصبي ينتقل إلى الدماغ فيفسر حركة الجسم فيصر الدماغ عوامر إلى العضلات الهكيلية لكي تتعامل مع حركة الجسم فيقوم الجسم بحركة الجديدة تضمن توازنه إذن الناس اللي عندهم نقص في السائل الهلامي أو عندهم مشاكل في العرف الأنبولي في الأذن الداخلية الموجودة هنا رح يكون عندهم مشكلة في التوازن الحركي إذن ما وظيفة الأذن الداخلية المحافظة على التوازن الحركي للجسم نأتي إلى رابع حاسة وهي الشم أو عفوا إلى ثالث حاسة وهي الشم كيف تستطيع أن تشم رائحة طعامك المفضلة نعرف أن الرائحة تنتشر على هيئة جسيمات أو جزيئات في الهواء إذا دخلت هذه الجزيئات داخل تجويف الأنف ذابت في المخاط مما يؤدي إلى تنبيه مستقبلات الشمية الموجودة فيها فينتقى الثيال عصبي إلى الدماغ ويفسر الرائحة خصوصا إذا كانت هذه الرائحة سبق وشممتها أنت وعرفت هي رائحة ماذا فيفسرها الدماغ نأتي إلى رابع حاسة وهي حاسة التذوق التذوق أو اللسان يحتوي على براعم صغيرة أنت ممكن تشاهدينها أبرى المراية هذه البراعم الصغيرة يطلق عليها براعم ذوقية موجودة على اللسان هي عبارة عن مستقبلات للتذوق أددها حوالي عشر ألاف برعم ذوقية تتوزع على اللسان تجعل الشخص قادر على أنه يميز يميز بين الأطعم المختلفة وبالتالي يحس اللسان بالحلو ويحس بالطعم المالح ويحس بالحامض والمر طيب لكي تتذوقين شيء لا بد أن يكون مذاب اللعاب هو يساعد على إذابة الطعام داخل فمنع بعد ما تدخل الطعم ويدخل هذا الطعام على البراعم الذوقية يرسل تيال عصبي إلى الدماغ ويفسر هذا الطعام خصوصاً إذا كانت تناولناه سابقاً إذا كان الطعام جديد فإننا رح نتعرف على هذا الطعام الجديد وعلى هذا المسمى وثم يختزن داخل دماغنا تتطلب حاسة الشم تتطلب حاسة الشم أنك تعرفين بعض الأطعمة يمكن أنك تعرفين تشمي رائحة الليمونة وعندما يمتزج الطعام في اللعاب تنتقل الرائحة إلى التجويف الأنثي في مؤخرة الحق أنت لما تذوقين الليمون فإنك في نفس الوقت تشمي رائحة لذا عندما تكرين مصابة بالزكام فإن الطعام يبدو كأنه لا طعم له ليش؟ لأنك ما شممته لأنك مصابة بالزكام وعقلك تتعود أنك تذوقين الشيء وتشمينها في نفس الوقت نأتي إلى تأثير بعض المواد في الجهاز العصبي في كثير من المواد تعتبر ضارة جهاز العصبي مثل الكحول والكافيين كثرة الكافيين خلايا المعدة والأمعاء الدقيقة هي التي تمتص الكحول فينتقل إلى جهاز الدوران ثم إلى الجسم يصل بعد ذلك إلى خلايا العصبية ويحد من عملها فيكون المتناول للكحول وما يطلق عليه شخص السكير يكون جهاز العصبي أكثر بطء ويضعف تحكم في عضلاته وسيطرة عليها ويضعف تركيزه وتضعف ذاكرته وكثرة تناول الكحول تسبب تدمير لخلايا الدماغ والكبد والتلافها لذلك منعنا الله سبحانه وتعالى وحرم علينا شرب هذه الكحول لأنها تذهب الكفانة وإياكم شرها أما ما يطلق عليه منبه هي أي مادة تسرع نشاط الجهاز العصبي مثل الكافيين الكافيين هي تسرع لما نشرب الكافيين نحس بنشاط لأنها منبهة توجد هذه المنبهات في القهوة في الشاهي في المشروبات الطاقة تناول كمية كبيرة منها قد يسبب إلى زيادة إفراط النشاط العصبي ومن التالي زيادة ضربات القلب ممكن تسبب رعشة ممكن تسبب أرق يعني قلة نوم قد أيضا تسبب أمراض في الكلا لأن تصفيتها في الكلا يحتاج إلى كمية كبيرة من البول ترجمة نانسي قنقر